كان فيه لوم ليا من بعض الأصدقاء والزملاء والمقربين أنه أنت ليه بتعرض اللي بيقولوه؟ أنت ليه بتعرض اللي بيقولوه؟ فأنا كنت دايماً بقول يا جماعة الأمر بسيط هم قالوا أي عن قناة السويس؟ قالوا ترعى ما تجيب أبراهيم بوجد هنيم والناس دي؟ زي قالوا يا جماعة هتنى الحاجات دي؟ كل ده نعرضتوا ونزهقتوا منه قلت هم قالوا عليها أنها ترعى وما فيهاش دراسات جدوى وما لهاش لازمة وده مشروع شخصي وده مشروع للتاريخ وده مشروع كذا وده طشت وده فاكريني الكلام ده كله وبعدين بقت القناة موجودة يوم ايفر جيفن ما قفلت القناة العالم كله قال أنه ما فيش القناة السويس وبعدين يطلع واحد زي محمد ناصر ولا جويش يقولو أنه أصل قناة السويس دي مرتبطة النمو بتاعها بالتجارة الدولية بقولو يا جاهل يا أجهل من الدابة لأ أنت مش فاهم لأنه مع حركة التجارة الدولية نموا أو انكماشا فيه خيارات لحركة السفن من قناة السويس أو من طريق رأس رجاء الصالح وفقا ليه كفاءة القناة كفاءة القناة هي اللي بتؤثر فيه اتخاذ القرار يعني ايه اللي بيفرق المرور من قناة السويس عن المرور عبر طريق رأس رجاء الصالح لو قناة السويس بتقدم خدمات وسرعة وتكلفة بالتأكيد حركة المرور هتزداد عنها إليها فبالتالي كان ازدواج قناة السويس المشروع الأول اللي اتعمل خلال السنوات القليلة الماضية كان دي فكرته اللي انتوا هجمتوه والنهارده بقناة السويس بتجيب لنا إراد سبعة وكاستر مليار دولار هذا النمو في الإرادات النمو في حركة السفن النمو في الحمولات كل ده ما كان له أن يتحقق لو للمشروعات التطوير اللي منها ازدواج أنا فاكر محمد نصر كان بيسخر بالتاريق على قناة هاته يا أبراهيم كده بقول انتوا بتعملوا درسات جدوة ليه هاته يا أبراهيم نجحت القناة في انها تعمل عائد عظيم هو بيقول احنا اعملنا درسات جدوة على ايه يعني درسات جدوة على ايه القناة هي ممر مائي مرتبط بحركة التجارة في العالم ببساطة جديدة انت عملش درسات جدوة على ايه يعني على انك انت هتزود السفن ليه يعني هو بيكلم بيقول انه القناة انت عامل درسات جدوة ليه يعني شوفت السطحية هو مش حايز درسات جدوة محمد نقول لك المضوع ابسط من البساطة ايه يعني قالك ده حركة المرور مرتبطة بحركة التجارة العالمية يعني انت مليكش زنبي يعني انا اقعد كده محمد ناصر عايز نبقى كوميساري اقطع تذاكر المركب اللي تيجي اقطع لا تذكرة واخد العاق يا اخ محمد القصة اكبر من كده القصة قصة جذب خدمات وقصة تسويق خدمات وقصة تأهيل القناة للمراكب من الاجيال الحديثة والقصة محتاجة درسات القصة محتاجة عقول القصة محتاجة سواعد بس القصة يا محمد بالنسبة لك مش فهم انا انا غلطان لو عايز افهمك انا هبقى غلطان وهبقى مش فهم لو انا حاولت افهمك لانك انت مش عايز تفهم انت فعلا يعني فيه ربنا طمس مش عالعقلك على بصرتك مش هتشوف